حالياً ديشين البرنامج من خلال طبعاً جوجل كروم وكتبنا فوق easyclass.com وهو على طول راح يطلعي طبعاً هذا هو شكل الموقع اللي هو easyclass فوق عندي خانتين اللي هي sign in أو English اللي هي طلعت لي هني اللغة معناتها بغير اللغة طبعاً easyclass من المواقع اللي في عدة لغات تقدرين تغيرين اللغة فيها طبعاً نحن نغير اللغة من خلال هذه الخانة ونحط اللغة العربية مثل ما تشوفون جميع اللغات تكون موجودة هنا فنحط اللغة العربية راح يتغير معاي لغة البرنامج راح يطلع لي به الشكل هذا أوكي هني طبعاً هذي الخانات شنوبدة عنا إذا أنت ما تعرفين عنا تقدرين تدشين هني يعطون شنوبدة عنا كاملة مكتوبة أو المساعدة لإتصال بنا وسائل الإعلام وعنا كذا نزين هني عندنا خانة اللي هو شاهد فيديو الفيديو هذا شنو؟ يعرفك على easyclass في دقيقتين فقط لما نضغط على الفيديو راح يطلع لي هذا طبعاً يمديني على اليوتيوب ويطلع لي الفيديو هذا اللي يعلمنا على easyclass أوكي لما ننزل تحت شوي راح نلقى خانتين الخانتين هذول تعبر عن تس أنت راح تسجين دخولك كمعلمة تسجين مدرس تسجين مجاني أو كطالب نزين إحنا أول شي راح نعرف شلون أنا كمعلمة راح استخدم هالبرنامج فمعناته بالبداية راح نشرح شلون أنا كمعلمة راح استخدم البرنامج وبعدين راح نشرح شلون الطالب راح يستخدم البرنامج نزين نضغط على تسجين مجاني كمدرس راح تطلع لي طبعاً هذه الخانة نزين طبعاً هامي الخانة راح أحط فيها بياناتي واضحة مثل ما تشوفون ولكن شغلة بسيطة بس حبيت أقولها أن easyclass ما في داعي أنا أحط البريد الإلكتروني وأروح أفعله من الإيميل يعني إذا حطيت البريد الإلكتروني هنا ما راح يطرشون لي كود على إيميلي على طول راح يسجل دخولي وعلى طول راح يدخلني بدون أي كود تعرف أو تعريف نزين يعني بعكس المواقع الثانية والبرامج الثانية أوكي راح نكتب اسمي حالياً واسم العائلة وروح نحط الإيميل إعادة كتابة الإيميل نحط الإيميل هذا أوكي الجنس كلمة المرور طبعاً كلمة المرور مثل أي برنامج الثاني اللي هو لازم يكون فيه حرف كبير وحرف صغير وأقل شي ثمان أرقام فأحنا نروح نسوي تشذيه ونعيد كتابة كلمة المرور أوكي ونحط بعدها تسجيل أوكي حالياً مثل ما تشوفون تم تسجيلي في هذا الموقع وهذا هو الحساب كتنو كمعلم أوكي فطلعت لي هذه الصفحة بالبداية إحنا ما راح نقدر نشرح هدول الخانات اللي هو طبعاً الملف الشخصي هذا هو الملف الشخصي ما فيه يعني لجالة للشرح لأن هني هذا هو الاسم اللي سجلته وهني اكتب هديثاً تحديثاً مثلاً اللي هي اللي يكون تحت اسمي مثلاً اكتب أوكي أو تحميل أي أو من الملفات الشخصية أو إضافة رابط حق الملف الشخصي راح نرد حق الصفحة الرئيسية ردين حق الصفحة الرئيسية ردين حق الصفحة الرئيسية راح تطلعني هني مثلاً قائمة الأصدقاء أنا مضايفة حالياً ولا أحد الأصدقاء اللي يكونون مضافين عندي نزيل او قددوري نزيل بالنسبة حق خانة جدولي أنا ما راح ندرش راح إلا لازم يكون عندي مواد نزيل أنا كمعلمة شنون راح أنشئ الفصل اللي أنا مثلاً راح أدخلهم معي في هذا الموقع شنون راح أنشئ فصل أو جروب راح أروح عند قائمة المواد مثلاً أنا معلمة لغة إنجليزية أروح عند قائمة المواد لم يتم إنشاء أي مادة أبي إنشاء مادة شنو أسوي؟ أروح أحط إنشاء مادة أوكي نكتب مثلاً هنا مادة أو اسم الصف اللي راح أدرس هذه المادة مثلاً نحط صف رابعة رابعة أول مثلاً وهذا المستوى التعليمي فهم الصفوف كلها راح تكون موجودة هني حتى اللي بالجامعة ومو بس المدارس يعني حتى اللي بالجامعة مادستير ديكتورو أو آخر فإحنا مثل ما قلنا إدام اسم الصف رابعة أول فرح أروح عنده المستوى الرابع الابتدائي المستوى الرابع الابتدائي نزيل بالنسبة حق الخانتين اللي تحت هذول هني مكتوب رسائل الحائط مرتبطة بموافقة المدرس هذه الشغلة مثلاً أحد من الطلاب اللي بالصف رابعة أول طررش لي شغلة نزيل فأنا إذا يعني حطيت موافق عليها فأنا معناتها أن الرسالة هذه محد راح يشوفها إلا أنا إلا محد راح يشوفها غيري إلا بموافقتي يعني الطلاب الصف اللي معاي ما راح يشوفونه إلا لمن أنا أوافق فأنا روح شنا أشوي أحط موافق لما نحطيت موافق يعني أي رسالة توصلني محد راح يشوفها إلا بموافقتي أي رسالة راح توصلني من الطالب راح توصلني عن طريق هذي وين راح توصلني راح توصلني عن طريق هذي أي رسالة راح يدزها طالب من الطلاب ما راح أحد يشوفها غيري إلا بموافقتي وراح توصلني بهذي الخانة وانحين راح نشوف معها بعض إنزيل عضوية المادة هني مرتبطة بموافقة المدرس طبعا عضوية المادة يعني ما أحد راح يدش إلا أنا راح أكون عرفة أو بموافقتي أنا أوكي فهني عضوية المادة يعني مو أي أحد راح يدش هذه المادة أو هذا الكلاس اللي أنا انشأتها كل هذا بموافقة المدرس فإحنا شنو سوينا الحين وانفقنا على أن رسالة الحائط مرتبطة بموافقة المدرس وعضوية المادة مرتبطة بموافقة المدرس أي أن أي رسالة ما أحد راح يشوفها غير المدرس وأي عضو في هذا الكلاس ما راح يدش إلا بموافقة المدرس خلصنا أوكي نروح نحط على حص حفظنا هذه المعلومات وتم إنشاء هذا الفصل اللي هو اسمه إنجليش شو اسمه فصل رابعة أول أوكي الحين راح نشوف شنو الفصل راح يتكون عنه إنزيم شلون أنا أدير هذا الفصل وشلون أسوي امتحانات ومناقشات وواجبات وهكذا إنزيم شلون هني عندي الخانات هذه هذه الخانات ما راح تطلع لي بالصفحة الرئيسية لا راح تطلع لي كل فصل له هني تحكم أول شي حائط الصف هذا هو حائط الصف مثل ما تشوفون شو ما معنات حائط الصف؟ معناتها الرسائل المناقشات اللي تصير داخل الفصل أنا مثلاً هني عندكم أكتب تحديثاً مثلاً أنا يعني مو واجب أو شي لا شي أنا أبي أكتبها حق الطلاب مثلاً مثلاً لو أنا كان عندي واجب فأحاب أذكر الطلاب فيه فشنا سوي مثلاً نكتب 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 الساعة معيكم مثلاً رجاء تسليم الواجب فشو راح نسوي نسوي تسريح بس قبل أسوي تسريح اللي هي يعني أدزل لهم بنشوف شو أنا أقدر أسوي بالخانة هذي طبعاً بالخانة هذي مثل ما قلت لكم أقدر أنزل أشياء أنا تكون عندي باللابتوب مثلاً لو أدز أي ملف راح يكون موجود عندي باللابتوب أنا أقدر أدزها بس الملفات هذه راح تكون تقيلة فحبيت أعطيكم مثال اللي هي أي ملف أقدر أدزة أو أرفقه هنا إضافة URL اللي هو رابط مثلاً أكتب الرابط هنا عندي مثلاً رابط يوتيوب أو رابط من كروم بمجرد أن أنا أنسخ الرابط هذا راح أحطه هنا وعندنا الملفات الشخصية أوكي ملفات الشخصية نروح عند الملفات الشخصية ونشوف شنو الملفات الشخصية و ٹو٠ٙٓ و ٹو٠٠٠ و ٹ٠٠٠